يمر اليمن بأزمة اقتصادية خانقة تنظر بمجاعة وشيكة إثر تدهور الغير مسبوق للعملة المحلية والتي بلغ سعر صرف الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة 1700 ريال في تدهولات سوق الصرف غير الرسمية يوم الأحد ومع الارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية وتدهور المريع للعملة المحلية طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عبر رسالة سلمها إلى السفير السعودي لدى بلاده دعماً مالياً عاجلاً من وليل عهد السعودي محمد بن سلمان لإنقاذ اقتصاد بلاده المتهى لكنتجة الحرب التي تشهدها البلاد ورغم الإجراءات المتكررة التي تخذتها الحكومة والرامية لوقف تدهور الاقتصادي وإيقاف الانهيار في العملة المحلية غير أن الشعب لم يلتمس أي تحسن في المستوى المعيشي تحرك الرئيس اليمني يأتي على واقع تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن خاضعة لسيطرة الحكومة تنديداً بترد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية مع استمرار تهاوي قيمة الريال مدينة تعز والتي تشهد أوضاع معيشية صعبة شهدت مظاهرات حاشدة ردد المتظاهرون هتفات تندد بدقاع وسي الحكومة والتحالف العربي لوقف الانهيار الاقتصادي كما أن القطاع التجاري في عدة مدن أخرى وقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية نفذ إضراباً جزئياً احتجاجاً على ترد الأوضاع الاقتصادية الصعبة تزمن مع أضراب شامل عن العمل في جامعات عدن وتعز وأبيان استجابة لدعوة مجلس نقابة تدريسه وبالرغم من الجهود الأممية والدولية للوصول لتوافق بين الأطراف اليمنية المتصارعة لإنهاء أكبر مأسات إنسانية تشهدها البلاد إلا أن الأزمة مازلت معقدة